لازم نبتدي حلقتنا النهاردة والحديث عن منتخب مصر منتخب مصر اللي كل العيون المصرية كل جماهير الكرة المصرية هتكون بتتابع مباراة مهمة مباراة مصر والسنغال يوم الجمعة القادم كل الناس يوم الجمعة كل الناس وكل جماهير مصر بتقول يا رب يا رب المكسب والفوز والتوفيق ان شاء الله اللي عبتنا والجهاز الفني في مباراة مهمة جدا ومباراة مصرية دائما وأبدا مباراة مصر والسنغال مباراة كبيرة مباراة فيها ندية شفنا آخر لقاء فيه كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون كانت مباراة مهمة ومباراة صعبة جدا مباراة يوم الجمعة القادم وإحنا بنا ما نتكلم عن المباراة القادمة ما نتكلمش عن مباراة واحدة بس لا دا احنا بنتكلم عن الشوط الأول الشوط الأول اللي هتلعب فيه استاد القاهرة وعندنا شوط تاني هيكون فيه السنغال مهم جدا توفيق ربنا سبحانه وتعالى فيه بداية المباراة وبعد كده توفيق الجهاز الفني مصر كيروش اللي هيحط التشكيلة بتاعته ومن هنا بقول لمصر كيروش حاول يكون الأمور سهلة فيه المباراة بمعنى أول مباراة في كأس الأمور الأفريقية السابقة كانت أمام نيجيريا شفنا لعبة كانت في أماكن مختلفة وفي مراكز مختلفة ما ينفعش المباراة دي إن أنا أجازف بأي أفكار جديدة لازم الأفكار اللي أنت لعبتي بها بعد كده كأس الأمور الأفريقية وكان فيها التوفيق وفيها شكل منتخب مصر الأفضل أنت النهاردة بقالك فترة مع منتخب مصر كبيرة علشان كده حفظت إمكانيات اللعيبة حفظت اللعيبة بشكل كبير فالنهاردة لازم تحط كل لعيب في مكانه دي بداية من مستر كيروش اللعيبة دي مباراة مهمة مباراة مصرية ما يفعش إن أنا النهاردة أوفر جهد ولا نقطة عرق لازم من أول دقيقة لازم من أول دقيقة كل لعيب يبزل أقصى حاجة عنده وزي ما بقول ده شوت أول لسه عندنا شوت تاني عندنا جماهير مصر اللي هتكون مالية إن شاء الله أستاذ القاهرة بشكل كبير جدا جماهير مصر اللي هتكون داعمة ومساندة للمنتخب بشكل كبير جماهير مصر اللي دايماً بنشوفها في أستاذ القاهرة هي اللاعب رقم واحد دايماً بنرهن على جمهور أو جماهير مصر اللي هتكون موجودة في مباراة مصر والسنغال دايماً جمهور مصر ليه دور فعال كبير جداً في المباراة المصرية والحاسمة كل التوفيق لجنود منتخب مصر كل التوفيق للعيب الأهلي والزمالك الإسماعيلي وإمبي للمحترفين كل اللعيبة النهاردة لما بنتكلم عن مباراة مصر والسنغال ما ينفعش ان احنا نقول فيها ألوان أحمر ولا أبيض ولا أصفر ولا أخضر بنقول عالم مصر عالم مصر في اليوم ده اللي كل جماهير الكرة المصرية بتدعى منتخب مصر وإحنا النهاردة التلاتة نشوف التلاتة أربع خميس جمعة كل الإعلام الرياضي كل الصحافة الرياضية الدعم والمسندة لمنتخبنا القومي اللي بنتمنى له إن شاء الله كل التوفيق في هذه المباراة المهمة لقدر الله ممكن لقدر الله يخش فينا هدف في المباراة النهاردة السبات الانفعالي النهاردة التحضير النفسي مستر كيروش لازم أحفظ اللعيبة بتاعتك أي سيناريو بيحصل طبعا لو أحرزنا هدف بداية المباراة تقدر المعنويات ترتفع الجمهور المؤذرة المسندة تقدر تحرز هدف تاني أحرزنا هدف تاني ندور على التالت أهم حاجة في المباراة زي دي ما يدخلش فينا أهداف دي النقطة المهمة جدا اللي لازم مستر كيروش والجهاز الفني ولعبة منتخب مصر يكون عامل لها مليون ألف حساب المباراة الزي دي ما ينفعش يدخل فينا أهداف حتى لو المباراة خرجت في القاهرة صفر صفر طبعا لو خرجنا بمكسب ده شيء عظيم نحن نبني عليه المباراة التانية لكن رقم واحد عندي إننا ما يدخلش فيه أهداف دي أول حاجة الحاجة التانية لو السنغال قدر الله أحرزت فينا هدف هنا السبات الانفعالي هنا لازم اللعبة تفوق نفسها لازم أكون محضر نفسي لأي سيناريو بيكون موجود في المباراة ما ينفعش إننا استسلم علشان عندي شوت تاني عندي مباراة تانية في السنغال ممكن أقدر أحرز فيها هداف وأرجع تاني وإن شاء الله لعبة مصر بالخبرات اللي عندنا محمد صلاح والتريزيجيه والشيناوي والسولية كل لعبه ووزيزه يعني كل اللعبة زي ما احنا بنقول بنقول أهلي وزمالك وإسماعيل ومحترفين ومقاولين وإمبي وكل أنديت مصر علم مصر هو اللي هيكون مرفرف في استاد القاهرة علم مصر هو اللي جماهير الكرة المصرية اللي هتكون شايلة في المدرجات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر